السلام اللاحية عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم إخوتي في القناة شرفتوني ونورتوني لا تنسوش من فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله اليوم إن شاء الله أحبتي رح نبدأ أول درس في الوحدة الثانية هذا هو جهاز المجسل والأهلاً في السيقناة شرفنا فيها كمان يردجي غيرين برأف يعني تعرفنا على لابرأف اللي هي الموجسل لعد وزيرين سيقنس هذه إن شاء الله رحي نشوفو كما تكرنا من قبل الوحدة الوحدة يعني عنوان ومقدمت الخبر الموجود في المقالة الصحفية اليوم ان شاء الله رح نشوفوا صفحة رقم واحد وثلاثون تابعوا معي avant نكوت يعني قبل من سمعوا لهاد النص observe l'illustration يعني لحضوا هاد السورة رح نقرأوا شفها Papa, j'ai écrit un chapeau pour mon fait d'hiver sur le naufrage du Titanic tu veux l'écouter? plus tard, je n'ai pas le temps mais c'est très court ça ne prendra que quelques secondes يعني هنا رح نلاحظوا باللي كان حوار بين الاب وابنه كيفاش عرفنا باللي حوار? إذا تتذكروا معايا في السنة تانية متوسطة شفنا هادو لبول ديسكوسيان هادو معنى سعاره un diyalog هنا هاد طفل يقول أبي لقد كتبت أنشابو يعني مقدمة من أجل مقالتي الصحفية حول غرق تيتانيك هل تريد أن تسمعها؟ الأب هنا يجيب يعني هل سمعت من قبل يعني عن غرق سفينة تيتانيك احكي باختصار ماذا حصل يوم 15 أبريل 1912 كما تتذكروا معايا شفنا في صفحة رقم 28 قرينا فيها نصف يعني غرق لتيتانيك إذا تتذكروا معايا هذه الصفحة شفنا لتيتانيك اللي بلو جرو نافير دي موند يعني من خلال هذا النصف رايحي نستخرجو يعني ملخص قاسير رايحة فقط نقرحو لكم وانتما اسمعوا لي جيد لتيتانيك اتن باتو بريتانيك كي افت نوفراج دان لحصان أطلانتك ان 1912 اقصد اتنى كاليزيان افتحو معايا شفنا يعني تيتانيك هو بخيرا بريتانيا غرقات في المحيط الاتلانتي في سنة 1911 بسبب استيدا مع جبل جليد هذا فيما يخص هاد السؤال نتمنى تكونوا سمعتوني جيدا وحاولوا انكم تكسبوا هنا عندنا رايحين ننتقلوا الى يعني الاستماع الى الدقيمات صناخ هنا فقط قبل قبل هاد الاستماع رايحين نقرأوا الاسئلة ثم رايحين تستمعوا اليه بصوت يعني هاد شريط وكذلك لما بعد راح نعود انا نقرأه لكم ثم ندري لكم ترجمة باش تفهموه جيدا voilà ماتنان توا يكوتر ان دقيمات صناخ نوبلي پا دلير لكسيان افك شاك اكوت يعني قبل ما لازم قبل ما تستمعوا عفون لهاد لدقيمات صناخ تقلأوا الاسئلة حتى يعني تجيكم الاجابة سهلة اول شيء راح نقرأوا الاسئلة على برمية ريكوت وبعد نكمل نومر 1 كي parle دون سو دوكمن صناخ يعني من يتحدث في هاد الوثيقة الصوتية او الوثيقة المسموعة نومر 2 اكي سادرست تيلا دون كالبوت لمن هاد يعني هاد شريط هو لمن موجه وبي اي هدف نومر 3 شوازي لاريبونس جوست اختار الاجابة الصحيحة دون كالبوت ساجد تي عن اي حدث يتحدث ا ان خرش دوبيان هل هو سقوط طائرة ب ان درائم دو تران يعني خروج قطار عن السكا الحديدية سي ان نفخاج دو باتو هل هو غرق سفينة د ان اكسيدن دواتير او هل هو حدث سيارة ما هو اسم هد الباخرة صحيحة سي تاريك بن زياد د الجزيار دو يعني ما هو اسم هدث سفينة المتقرة في هد الحدث نوفر ساعة مسارية تحيتم في المدرانية وقعة سيارة ساعة انتجان في المنزل خاصة خاصة في المنزل سيارة الانتجانية مراتتها وقعتها بأنها تخزيق على الموت سيارة المحلية للمزل بحثهل من الانتجانيين ويشد تنكوز قتل على نهاية دمتهم تجانب ومنون كانت تجانب على مر تتانيك في المساعدة 14 محلسون الآن سوف نقرأه مع بات و سوف نقرأ لكم ترجمة و نشرحو حتى تفهموه جيدا يعني لكوستا كونكورديا هذا هو اسم بخيرا غرقات بعد رصوبها أمام شات الرمال مساء الأمس في سواحل يعني مدينة توسكا ce ne sont pas 6 personnes qui ont perdu la vie mais 3 selon les autorités وهم ليسوا 6 أشخاص يعني ليمسوا ولكن كانو ثلاثة فقط على حسب السلوتات les 4200 passagers et membres d'équipage ont été évacués sur la petite île de Jiglio à bord de canons de sauvetage أو par hélicoptère 4200 مسافر يعني وطاقم السفينة انقذوا أو يعني اسعفوا إلى الجزيرة اللي اسمها Jiglio على متن قوارب الانقاذ أو عن طريق المرواحيات اللي همار هليكوبتر les opérations de secours se poursuivaient ce matin des plongeurs recherchés d'éventuelles victimes dans la Méditerranée tandis que des secouristes effectuaient des recherches dans le pont inférieur du Pacbo يعني عمليات الانقاذ مستمرة هاد الصباح وكذلك غواصون كانوا يبحثون عن ضحايا آخرين في البحر المتوسط في حين المنقذون الآخرون يعني كانوا يبحثون عن أسفل يعني أسفل هاد السفينة يعني إذا رايحين يلقوا ضحايا La société propriétaire du bateau a indiqué qu'elle enquêtait sur les causes du sinistre الشريكة المالكة لهاد الصباح يعني هيا ستشجري التحريات حول أسباب هاد الحادث Le navire long de 290 mètres s'est échoué vers 22 heures provoquant un grand mouvement de panique السفينة التي طولها 20 و90 mètres يعني غراقات حوالي الساعة العاشرة يعني في المساء إحنا كيف شرفنا في المساء يعني 22 heures حادثة على المساء مسببتا يعني نوع كبير من القلاق والهلا ستشجري 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 جتائي على المر عن غريدي لتيتانيك راقنتي عن تيموان يعني هاد بعد الأشخاص كانوا راحين يرميوا انفسهم في البحر مثلا ما حادثة في سفينة تيتانيك وهذا ما رواهو أو ما حكاهو شاهد على الحادث 14 persان انتت بلسي 14 شخص جريحو ولا أحبتي هذا شرح يعني راهو شرح وافي وشرح يعني لكل المعلومات الموجودة في هاد النصر لكي يتحدثتكم في الهجو ويبا voilà سمعنا للنص وفهمناه جيدا لحي نبدأ ونجاوب premièrement كي قال دانسو 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 يعني ها هو صحافي اللي تحدث في هاد الواثيق Numero 2 أكي سادرسة تيل لمن هو موجودة il s'adresse aux تلسpectateurs et aux auditeurs تلسpectateurs همال أشخاص يشوفوا لتلقيت و الأشخاص همال أشخاص همال أشخاص يشتمرون على راتح voilà دانسو 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 يعني بحيادف نقل حول الحدث نمیرو 3 چوزی لارپنس جوست إل ساجی دن نفخاج دباتو يعني هاد الحدث يدور حول غراق سفين كالی لنو دباتو ما هو اسم الباخرة لنو دباتو est كوستا كونكوردیا كما شفت في اول الفیديو وید قرن اسم هاد لباتو هدا في ما يخص لبرمیار قوت رحی نزیدو نعودو این دوزیم قوت يعني رحات عودو تسمعو معای هاد لدوکیمن صنور ثم رحی نجاوبو على الاسئلة قبل هدا فقط احباتي رح نقلل لكم الاسئلة اللي خصو لع دوزیم قوت هنا لجورنالیست غلت تيل این افنمان ریال و اماجنر يعني الصحافي هوا نقلل لنا حدث واقعی او خیالی Numero 2 كما اپلت امن امن شبه دوزیم قوت كيفاش نسمیو هاد دوزیم منا الحدث هست کونسمیو هن امن شباری سپورتیف یعنی حدث ریادی هن امن شباری هن امن شباری هوا حدث سیاسی هن فت دیور یعنی خوابار فی مقاله صحفیہ هن امن شباری هن امن شباری هل هوا حدث صحفی وقت وقت محاوله وقت وقت محاول هذا نهاية وقت محاولة نهاية أخرى و سأقوم بكتابات في هذا الوقت 200 passagers et membres d'équipage ont été évacués sur la petite île de Giglio à bord de canaux de sauvetage ou par hélicoptère. Les opérations de secours se poursuivaient ce matin. Des plongeurs recherchaient d'éventuelles victimes dans la Méditerranée tandis que des secouristes effectuaient des recherches dans le pont inférieur du paquebot. La société propriétaire du bateau a indiqué qu'elle enquêtait sur les causes du sinistre. Le navire long de 290 mètres s'est échoué vers 22 heures, provoquant un grand mouvement de panique. Certaines personnes se seraient jetées à la mer. On aurait dit le Titanic a raconté un témoin. 14 personnes ont été blessées. Numéro 1 Le journaliste relate un événement réel. Il y a un événement réel. Voilà. Numéro 2 On appelle ce genre d'événement un fait divers. Numéro 3 Où et quand cela s'est-il passé ? Où est-ce que cela s'est passé ? Donc la réponse est la dernière. Hier soir à 22 heures. Ce sont les heures de la fin 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 de la fin. Ce sont les documents sonores. أو لارج دي كوت دولا تسكان أو ميديتراني يعني هادي سالات في سواحل تسكان هي منطقة في إيطاليا في البحر المتوسط هذا فيما يخص هذه الأسئلة هنا عندنا لتروزيامي كوت رحين نقرأوا الأسئلة مع بعض ثم نعود ونستمعوا لها وبعدها رحين نجاوبوا 1. كمان ستتلقى؟ كيف أحدث هذا؟ يعني كيف أحدث هذا الحادث 2. أنتورة لرابنسة juste كمينة دي كنت تسكان كمينة دي كنت تسكان يعني جحال من شخص كان على متن البحر 2400 4500 أو 4200 كمينة دي كنت تسكان يعني كنت تسكان بعدها حياتهم على حسب السلتات أو حسب التسريحات 9, 3 أو 6 كمينة دي كنت تسكان أحدث هذا الحدث أحدثنا للمشخص كنت تسكان أو تضررروا 14, 41 و 18 هذا بعد أن تسمعوا الناس مرة ثالثة الآن تقدروا الواليهم تقویوا على هناك كهبار مونة للوطاق و كرانات المتدرسة تقویوا بعد أن تقویوا بهذا السلام يحرقять رجائع دمائم وفي الساقر، ساولتية تحرق برافت بما يحدثت قول اتقال الآن، تقویوا سمائت باتواق كان يضجل في حوات أكثر عن الأبوة الشئيئيين واستطيع مضحينيًا من أشياء westولة يقولك اليتانيك تقنوا عن 30 مرات 14 مراتوا شيئيًا أين هم سيحونا حتى يمكننا الإعجاب على الكبير كم حالتك حيث يتحدث على الصحيحات الحدث تصدقال عليه الصحيحين بعد أن يحوى مزح altro يسعى لسفل يعني الباخرة غريقت بعدما رسد اماما او على يعني شاتئ من الرمل يعني هنا ما قالوناش الاسباب يعني فقط كيفش هو غريق بعدما توقف امام الرمل هو فيما بعد غريق هنا la bonne réponse combien de personnes étaient à bord du bateau il y avait 4200 4200 2 اماما combien de personnes ont perdu la vie il y a 3 personnes qui ont perdu la vie dernièrement il y a 14 بلس يعني 14 شخص يعني تذررروا من الحديث هنا كذلك رحين نشوف لك اماما اماما نقالاو الاسئلة بعد ازدو السامعو للنص يعني نتعمد انكم تستمعوا للنص كل مرة يعني باش تعودوا على يعني باش تعرفوا تجاوبوا من خلال السامع 1 بأي وسيلة ينجون انقذوا إلا جزيرة جغلو هل نعرف السباب الغلاق؟ كي انكتبوا على هذا الموضوع؟ كي ركوان تيمون دي نفعج؟ ماذا حكا شاهد لي الغلاق؟ 4. أعطا لك ترجمَ دراتي عن هذا الموضوع القلب الشخصى على هذه الحدث هل تتعليقين؟ هل ترجمون؟ لديك من عقليين؟ سنتعلم بعد طبيعين 이해 لتعرفه للا نحن ظهر ماضي بلاك المحمد خارجين لتوجه بعده قال رجل عبق洲 يتعليقين ليس 5 جاركة من فرمتاز ومن ثم 8 جلت من أمام الأحصار المنزلية ترجمة نانسي قنقذو من طرف زوارق النجدا ترجمة نانسي قنقذو من طرف زوارق النجدا النمو 3 propose un titre اى cet événement اقترح عنوان لهاد الحدث يعني لتتر حاجة سهلة c'est لنفrage د كوستا كونكوردية وغرق كوستا كونكوردية هذا يعني أبسط عنوان تقدروا تديرو يعني غرق هاد السافين يبقى نحن أحب بتي هذا الجزء الاخير افري لإكوت يعني بعدما ستمعنا وبعدما جاوبنا على الأسئلة رايحين هنا نديرو ملخص لهذا الحدث رايحين نقرأ مع بعض رح نجاوب لكم على الأسئلة ثم انتم حاولوا تكتبوها على شكل فقرة يعني الأجوبة هادو وتع الأسئلة هادي حاولوا أنكم تربطوهم فيما بعد وتكونوا فقرة قاسرة هذا العمل رحوم موجه لكم أنا رحن نساعد فيكم لعطيكم الأجوبة وانتم حاولوا تكتبوها بمفرديكم سفين كمان سلا ستيل پاسي كيف وقع هذا الحدث هنا رح نقولوا لباتو أكولي أبريسي ترشوي سور بان دو سبل هادو هما الأجوبة لازم عليكم تستمعوا جيدا تكتبوهم بمفرديكم وتكونوا الفقرة يعني باش تتعودوا على كتابة هاد النوع من الفقرات بهادا نكونوا أحبتي وستنى لنهاية هاد الدرس يعني صفحة رقم واحد وثلاثون نتمنى تكونوا فهمتوا جيدا أي سؤال خليوني في التعليقات سراني دائما في الخدمة أجيب على أسئلتكم من فضلكم بغتاج للفيديو ليصل لأكبر عدد من التلاميذ وكذلك ما تنسوش تحطوا لي جام على الفيديو إذا أعجبكم أترككم في رعاية الله بحفظه وسلام الله عليكم